انشأت سبع مدارس جديدة وتم تقديد وصيانة ست مدارس بقرة مدينة القنطرة شرق الإسماعيلية لخدمة ما يقرب من خمسين ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالقنطرة شرق كل المراحل الخاصة بالبنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه ومدارس ومراكز شباب ومراكز تكنولوجيا لخدمة المواطنين وترقوى تطبيق الترع بجانب خدمات أخرى مبادرة حياة كريمة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت في محافظة إسماعيلية في مدينة القنطرة شرق وبدأت في مراحلها الأولى بإنشاء عدد سبع مدارس في قرى الأبطال والسلام وجلبانة وميت أبو الكوم وكمان تم تجديد أو تطوير عدد ست مدارس لخدمة أهلينا وأبنائنا الطلاب في مدينة الأنترشرة